السلام عليكم ورحمة الله إخوان اعتدر على انقطاع البت يعني وصلني منذ أسبوع تقريبا بإشعار من اليوتيوب بأن القناة يعني يمكنني أن أبوت بت مباشر لكن وأنا أصور انقطاع البت أعتدر إخواني يعني تكلمنا عن موضوع جهاز الحط المبدي وجهاز بولوني بالأخص يعني هو كما ذكرت قبل قليل البت المباشر يعني عن كيفية من أين أخذت هذا الجهاز من قناة باب المعلومة يعني دائما أنا ضبط الجهاز إخواني كما تعلمون ضبط الجهاز هو جهاز صغير حتى يعني عدلت عليه حتى أصبح صغير بهذا الحجم وأيضا شكل البطارية البطارية يعني حجمه أيضا والملف سنناقش الموضوع إن شاء الله في انتظار أسئلة من الإخوان والتعليقات من الإخوان وأيضا في موضوع الأساسي الموضوع الذي كنت بصدده يعني عملته البت المباشر موضوع المواد المواد مضافة إلى الصيخ فهو الحمد لله فعال وهناك الجديد والجميل إن شاء الله في القريب في القريب العاجل يعني ضبطت جهازي أبدأ البحث ضبطته مسبقا لأنني أصور بيد إخواني يعني حتى نسمع هذه التقطقة وأبشر العمل يعني جهاز فعال لكن بمواصفات معينة يعني العمل لأكيد تحتاج الصبر ليس الأول مرة دائما أجري تجاربي في هذه المنطقة لأن الأرض تابعة لجديد يعني لا أنسع الإخوان كما قلت يعني بالبحث بالأماكن المشبوهة والأماكن يعني مثل قبار مثل إلى آخر يعني إخوان أنتم تعلمون يعني هنا شيء يعني هذه الرنة هنا شيء سأترك المطرقة جانبا سأترك المطرقة جانبا هنا شيء إخواني سأعلمها بالمطرقة لأن الوقت دهامني ليس كوقت كما كنت سوف أعمل فيديو المباشر لكن مع الأسف إن قطع البت سأترك المطرقة جانبا سأحدد بضع نقاط إثنين أو ثلاث ثم أباشر أنا لوقت تأخر إخواني وأيضاً لا نحب أن نعمل في جنة حد العالم وقت الغرب قريباً لكن عملنا البت المباشر قبل قليل من تلك اللحظة وأنا أعمل على تفريغة سعة الهاتف أيضاً وموضوع النيت هنا خارج النطاق الحذرياني الأنترنت ضعيفة جداً هنا أيضاً شيء سنضع هذا الحجر حجرين تبيت سأتحط قليلاً عن شيء ما ثم نستكشف لماذا دارنا هذا الجهاز كان الفيديو الأول على البت المباشر كان على موضوعات مختلفة كنت استألت بهذا الجهاز بانتظار التحاق عدة أسخاص ولو يكونوا اثنان أو ثلاثة سوف نناقش الموضوع بكي لا نطيل إخواني سوف لا نطيل لوانيد البحث هناك نقطتين نقطة الأولى بالحجر نقطة ثانية قد بضعت المطرق أمامها سوف أبحث قليلاً هنا سوف أبحث قليلاً هنا لا تنشر ومنها هذه الوشعة يعني مأخوذة بالضبط الوشعة مأخوذة بالضبط من قنوات الروسية أما الجهاز من قناة باب المعلومة قناة مغربية يعني كل تحية لذلك الأخ يعني لا يبخل علينا المعلومات دائماً دائماً يعطينا معلومات وفيديوهات يعني شافية صراحة اخواني فن لا بكي لا نطيل أيضاً أطفئ الجهاز قلنا هذه النقطة على عليه هذا الحجر وهذه وهذه والسخور أيضاً فأتأكد معالجي بينك بوينتر هذا الشيء يعني أعلم أن هذه البولونيليسة سأعمل على المخطط يعني تورين على المعادين جميعاً احذر بهذه النقطة ان شاء الله تحرط تلاحظون ايضا العشرة الجيفة شيء قريب اقوم بيدي وقت الغروب وليس عبدالعم يعني سأشيل ضوء الهاتف وقت الغروب نزيل التورين يعني لا تتعدى 15 سنتيم قليلا لم اتجاوز تقريبا 10 سنتيم اعوذ بالله من الخلط والخبائز هم اقفال هم يعني سحر او العلم لله عز وجل بسم الله الذي لا يضرر مها اسمه شاء انسوا عبدالله في السماء والسماء العليم عبدالله من الخلط والخبائز سأتركه جانبا هناك ترن على هذه القطة ترن على هذه القطة هناك شيء سخوات ام 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 اعمق قليلا سقط الهاتف عسد الاخواني لا محبو نهائيا ان احفر فيوقت الغروب ووقت يعني انتو تعلم اخواني يعني انسان يحب هذه الهواية مجرد هواية فقط يعني فال اوقات الحفر معروفة والاعماق ايضا معروفة ما زال يورم ام 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 ارساله خليما يسوره لكن هناك شيء حيث يجب اعتدر اخواني يعني فلنكمل الموضوع ان شاء الله في وقت لاحق لانني لا احب الحفر نهائيا في وقت الدعلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلتنا نقطة هناك سنكمل ان شاء الله بفيديو قادم ان شاء الله ولكن انا انتظر تعليقات من الاخوة والاسئلة عن الموضوع الصيخ لان هناك الجديد يعني هناك الجديد ميداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته